بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله تبارك وتعالى قد خلقنا في هذا الكون وأوجدنا من أجل مرادات ثلاثة عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وعمارة الكون وتزكية النفس أما عبادة الله وحده لا شريك له فيقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته وأمرنا بعمارة هذا الكون والسعي فيه وأمرنا بتزكية النفس وتكفل لنا وضامن لنا مسألة الرزق والرزق أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى وحده ليس في يد أحد أبداً إلا الله وحده لا شريك له لذلك فإن لطلب الرزق آداب علينا أن نرعيها علينا أن نطلب الرزق من مصادره الحلال وقد ورد أن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فأجملوا بالطلب ولا تطلبوا ما عند الله إلا بطاعته ولا تطلبوا ما عند الله بمعصيته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته والرزق ليس في العطاء المالي وحسب ولكن هناك رزق في جانب الوجود ورزق في جانب العدم لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا بذلك يقول من بات آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها إذن المعافاة والعفو والتعافي من الأمراض ومن الابتلاءات هذه نعمة ورزق ساقه الله تعالى للإنسان في جانب العدم ومن أهم الأرزاق التي يسوقها الله تبارك وتعالى للإنسان في هذه الحياة الزوجة الصالحة لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة طيب هل هناك من الأمور ومن الأشياء التي إذا فعلها الإنسان حصل له رزق واسع وحلت له البركة؟ نعم فإن التقوى من أهم أسباب سعة الأرزاق يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذلك الاستغفار فقد ورد على لسان سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فالاستغفار من أسباب جلب الرزق المحافظة على الصلوات والمداومة عليها من أسباب الرزق بإذن الله تعالى ففي القرآن الكريم في خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك كذلك صلة الرحم تزيد في الرزق كذلك المحافظة على الدعوات تزيد في الرزق كذلك المحافظة على قراءة سورة الواقعة فإنها تنفي الفاقة أي الفقر كما ورد في الأثر الشريف عن سيدنا صلى الله عليه وسلم بقيت ثلاث رسائل الرسالة الأولى أن الرزق بيد الله وهو الحكيم العليم الخبير الذي يعطي الإنسان ما يصلحه فقد ورد في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عبادي ما لا يصلحه إلا الفقر فإن بسطت علي أفسده ذلك وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسده ذلك والرسالة الثانية علينا أن نكون متوجهين إلى الله بصدق اليقين فإذا وقع اليقين حصلت الأرزاق قال صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا خوية البطن وتروح تذهب وترجع في آخر النهار بطانا ممتلئة البطون ويقول الإمام الحسن البصري علمت أن الله يراني فخشيت أن يراني على معصية وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فبادرت إلي وعلمت أن أجليئات فتيهزت له وعلمت أن رزقي لن يناله غيري فاطمأن قلبي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين